امبرح تابعنا جماهير الكرة المصرية كلهم كانوا عايشين حالة كده من السعادة والفرح بعد تأهل الفرق المصرية إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا وتأهل النادي الأهلي بعد الفوز الكبير على جرماهيا الكيني بنتيجة 3-0 لما درع الدوري في احتفالية كبرى أقامتها الشركة المتحدة للرياضة كمان تأهل نادي بيرميدس بعد مفاز على نادي الجيش الرواندي بنتيجة 3-1 انتصارات رياضية مهمة جداً حصلت امبرح جرماهيا وكل كمان وعشاء البريمير ليج أو دوري الإنجليزي امبرح كمان فاز ليفر بول على نادي بوميث بنتيجة 3-0 وطبعاً ساهم محمد صلاح في الهدف الثالث للليفر بعد ما عمل أسست حلوة أوي الحقيقة الجعوة ونونس خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن المباراة دي من ضفنا المنورة في الستوديو سيف الحسيني ناقد الرياضي صباح الخير عليكم نورة وصباح الخير صباح الخير خلينا نبدأ الأول بالأهلي وخلينا نقول للأهلي فيه تحول كبير قوي وفيه تحسن كبير قوي وخلينا نقول فيه كمان منهجية لتفكير مورسل كولر ابتداني ناخد بالنا منه انه فيه اختلاف إلى حد كبير عايز يسألك عن أداء الأهلي خاصة فيه مباراته مع جرماهية وفوزه عليه من نتيجة 3-0 وكان فيه تصريحات لجرماهية كيانه مستحيل يفوز عليه وانه ما حصلش قبل كده وكان فيه كده كلام كتير قبل موتش والله بص يا كاتليلة يعني أقرب للتتويج بالدوري أقرب ما هي موتش كان محسوم من الزهاب 3-0 صحيح الأهلي زي ما احنا شفنا من موتش الزهاب طبعا كان أو موتش الأهلي في الموسم الجديد شفنا زي الأهلي دخل بقوة جدا صراحة الأهلي زي ما أنها الموسم اللي فات بيبدأ بالموسم ده ويمكن بشكل أقوى كمان لأن مرسل كولر بدأ كمان يشارك الصفقات الجديدة شفنا زي يحيي اعطيها تلاه متقلق شفنا زي بقى اللعيبة كلها ماشى بشكل سابت فيه اللعيبة أخدت الراحة اللي هي مطلوبة دخلت بقوة جدا في الموسم الجديد 6-0 أداء قوي جدا في الموتشين يعني كانت ليلى قرب للإحتفال بالدوري أكتر ما هي يعني النتيجة محسومة أن أهلي يتأهل يعني فأنا شايف أن أداء الأهلي كان قوي جدا حتى كولر يعني ما كانش بيهزر في الموتش لأنه شفنا 3-0 في الزهاب مفوت في العودة رايح عشان موتش للزمالك لكن هو بدأ بتشكيل الأساسي كولر ما فيش هزارة عنده وضغط هجومي من أول خلص ضغط هجومي على طول قوي جدا قدر يخلص الموتش بسرعي جميل طيب شفت إزاي أداء عطية الله الصفقات الجديدة بقى وأشرف داري وبعين كده المحلل والنقد الرياضي إلى أي مدى دول بيمثلوا إضافة كده لصفوف النادي الأهلي مع الصفقات الجديدة طبعا يحي عطية الله هو اللي شارك من الصفقات الجديدة أشرف داري زي ما شفنا لسه بيتأهل عشان إن شاء الله يكون موجود في الصبر الأفريقي يحي عطية الله صراحة من الموتش الأول قدم موتش قوي جدا شفنا إزاي يعني إمبارح كده بروفا من كولر في تاكتك معين بيعمله جديد يمكن عشان يجربه في الصبر الأفريقي في كم لقطة كده كويسة جدا شفنا إزاي يحي عطية الله بيزيد هجوميا في جول 18 يعني شفنا كمهاجم تاني شفنا طبعا الجون التالت إزاي دخل كمهاجم تاني وصنع الجل وسام أبو علي طبعا صفقة كبيرة جدا يحي عطية الله لعيب دولي مغربي إضافة حقية إضافة كبيرة جدا حتى مع أشرف داري هيكون إضافة قوية لأن هم لعم هو مصاب دلوقتي هو مصاب بثلك بيتأهل نعم خلاص يعني إن شاء الله هيكون بنسبة كبيرة بنسبة 70% هيشارك في موتش السوبر الأفريقي طبعا عشان يبقى جاهز للموتوشل اللي بعد كده طبعا شوفنا إزاي برضو بيبني عليه اللعب زي ما كان موجود عليه معلول نفس الخصائص نفس الصفات يمكن إحي عطية الله عنده ميزة أكبر إن هو كان بيلعب جناح برضو في الوداد فعنده ميزة الهجومية أكتر فلعيب كبير جدا وهيبقى أضافة كبيرة أول للنادي الأهلي كمان لما يكون فت أكتر في الموتوشل اللي جاية وده باين حتى كولر جرب كذا طريقة لعب في الماتش مبارح للأهلي وخلاص يتقاهل فشوفنا كام لقطة تكتكية من كولر شوفنا إزاي إمام عشور بينزل تحت يبني اللعب اللي هو كان بيبنيه أصلا محمد عبد المنعم فشوفنا كام لقطة كويسة من كولر مبارح بيقول إن هيبقى فيه شكل قوي للأهلي قدام الزمالك طيب شايف إيه التاكتكس الجديدة اللي كان بيجربها كولر في الملعب خاصة إنه يعني زي ما أنت قلت ممكن يريح اللعيبة في المباراة إن هو خلاص يعني هو نتيجة مردية ونتيجة جيدة جدا وممكن يريح اللعيبة ليه شايف إنه كولر أصر إنه حتى المباراة دي كمان يلعبها بأداء زي ما قول فول باور تمام إيه اللي كان عايز كولر يجرب كولر شايف إنه ماتش الزمالك ما ينفعش ما ينفعش الماتش قبل ماتش الزمالك يكون ماتش مرتاح يعني لا دي فرصة إنه أنا أجرب بكل التكتكس اللي عندي أجرب حاجات جديدة أشارك لعبة برضو لسه رجلية مش في الملعب قوي فقدر يستخدم يحي عطيت الله مباراة كان الشغل كله الشغل لنادي الأهل هو يحي عطيت الله إزاي إن أنا أوظفه ناحية أكون مهاجم تاني شوية عنده هو يحي عطيت الله عنده مقدرة إنه هو يقدر يخش وعنده كرة جميلة وتزديدات قوية فيقدر يعمل به زيادة هجومية شوفنا إزاي بيسحب اللعب الوسط زي إمام عشول ناحية الجناح وإزاي دخل الجناح ناحية في قلب الهجوم فشوفنا إزاي فيه تاكتس حلوة جدا عملها كلر مبارح شوفنا برضو ناحية الليمين محمد هاني بياخد مكان الوراء شوية عشان يتقدم ناحية تانية برسيتاو شوفنا برضو في القلب ففيه واضح إن فيه يعني عايز أقول شراسة هجومية مبارح من كلر كانت باين قوي إنه يعني يعني بيطلع عن يابه كده الزمالك إنه لأ فيه شراسة هجومية هتكون قوية جدا على نادي الزمالك شوفنا مبارح إزاي كان بيهاجم يعني مش مجرد أربع لأيبة بس هجوم لأ كان فيه خمسة وستة شوفنا زي كان قوي جدا هجومية مبارح للشركة المتحدة للرياضة قامت احتفالية كبرى لتسليم درع الدوري للنادي الأهلي كلمنا على احتفالية دي شفتها إزاي وإزاي تفاعل معها جمهور الرياضة عايزو أقولك محمد إن دي مش أول مرة المتحدة تقوم بالشكل الجميل جدا للتنظيم شوفنا إزاي قريب من أسبوعين كان منتدى الإعلام الرياضي شوفنا تنظيم رائع نفسي حضرته كان تنظيم رائع جدا 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 كان فيه نقاط رياضيين من أجانب وكانوا منبهرين بالتنظيم الأيام المتحدة صراحة منظمين كلهم رائعين نظام كويس جدا وطبعا مش جديد برضو شوفنا قبلها تنظيم كسر رابطة تنظيم كاس مصر شوفنا أكتر من مناسبة بتنظمها المتحدة كان شكل راقي جدا منظم جدا في الملعب ما شوفناش أشكال عشوائية في التنظيم أو حاجة زي كده لا كل حاجة كانت منظمة الاحتفالات كانت منظمة المقابلات للصحفية كانت منظمة حتى تنظيم حتى تسليم الدرع كان منظم طبعا ده مش جديد عن المتحدة يعني طيب خلينا نروح لبيرامدز وعايز أعرف تحييلك للماتش وفوز بيرامدز على الجيش الوطني رواندي شايفه إزاي صراحة الماتش بيرامدز يعني الجيش رواندي أنا في رأيي أنه هو أحرق بيرامدز من الماتش الأول شوفنا إزاي كان ند قوي جدا حتى هو كان مبادر دايما في بداية الماتش في ماتش الزهاب وكان في ماتش العودة هو اللي مادر بالتهديف فشوفنا إزاي ند قوي لبيرامدز لكن طبعا في خبرات كبيرة في بيرامدز في لعبين زي فيستو ميلي ورمضان صبحي ومصطفى فتحي قدروا أن هم يعني إرجعوا بسرعة على الماتش وطبعا يعني دي لسه مرحلة يعني لسه مرحلة أقوى الدور اللي جاي طبعا بيرامدز كان موجود في دور أبطال أفريكا لكن ما بيعديش دور المجموعات لو الترجل دلوقتي أنه هو دور المجموعات يعدي دور المجموعات ويبقى استيب باستيب أنه هو لا لازم خطوة بعد الموسم المنتيز لما كان الموسم اللي فات فلازم يبنوا عليه يبقى الموسم ده أقوى وهدفهم ما يكونش مجرد لا يبقى فيه منافسة على الدولة بيرامدز بقدم مطشط كويسة جدا الفترة اللي فاتت آه طبعا يعني أداءه حتى الفني اختلف بشكل جبير الموسم ده ده أكيد لأن عايز أقولك أن بيرامدز كان يعني الأهل السنة اللي فاتت كان قوي جدا بيرامدز كان أقوى خصوم الأهل السنة اللي فاتت بيرامدز تعب الأهل كتير جدا السنة اللي فاتت وكان من أقوى خصوم صراحة موجودة في أفريكيا وفي الدور يعني وهو ماشي بشكل كويس صراحة مع المدرب بتاعهم الكرواتي ومفوض يعني في التصاعدي والصفقات الجديدة اللي جابوها فأعتقد ان هم يعني السنة دي فيه منافسة هتبقى أشرة ساعة دوري وأعتقد ان هم ممكن يوصلوا بعيد في أفريق طيب خلينا نروح للدوري الإنجليزي وشفت مبارات ليفربول مع بورنماتل ازاي وشايف طريقة لعب أصلا ليفربول مع أرني سلاتزاي طبعا ليفربول بعد الهزيمة اللي فاتت في الدوري من نوتنجهام كان لازم يعني يرد الهزيمة دي بأداء قوي شوفنا ازاي أرني سلاتزاي صراحة مدرب رائع جدا كرة هجومية واضحة جدا جدا هي كرة هجومية قوية جدا طبعا جميلها من مصر محمد صلاح بيوصل التقلق أستيست جميل ده تلع أربع أسستي لي من أكتر اللاعبين أسست في الدوري وبقى كده في صدارة ملوك الأسست في الدوري الوقتي عايز أقول لك كمان أن سلات طريقة بناء اللعب بقت مبنية على محمد صلاح صلاح دلوقتي بقى أكتر منه أسست أكتر ما هو بيسجل أهداف طريقة اللعب دلوقتي مبنية على محمد صلاح شوفنا برضو محمد صلاح في المتشرة اللي فاتت كلها أساسي وهو مش يبدل التلت الهجومي السلسة الهجومي هما اللي بيبدله شوفنا ازاي دياز بيلعب جاكبو بيلعب نونيز كان بدأ بدل جوتا لكن محمد صلاح هو الضلع الأساسي اللي بيبني عليه الفرقة وما بتغيرش المتشرة صراحة صلاح مقدم موسم ممتاز حتى الآن آه ما سجلش آخر ماتشين لكن أتوقع أن هو يسجل مباراة الجاية وهو يعني في حالة رضا من محمد صلاح مبارح ما سجلش شوفنا ازاي في حالة رضا أنه هو الرجل زي ما قال هو بيستمتع بآخر موسم مع ليفربول ويعني بيلعب مرتاح فبيقدم يعني طب سريعا سيف نروح من الدورة الإنجليزية للدورة الإسبانية مبارح شوفنا مباراة ريال مدريد وإسبانيول شفت المباراة دي ازاي وتحليلك كده سريعا للدورة الإسبانية طبعا ريال مدريد كان بيعاني من أول موسم تعادلات الشكل الفريق مش كويس مش راضي جماهي ريال مدريد شوفنا ازاي خروج توني كروس وناتشو أسر على الفريق طبعا مبارح برضو دايما الفرق من بداية الموسم هي اللي بتبادر ريال مدريد التسجيل لكن كان مبارح فينيسيوس كان على ديكة البودلة لما نزل هو لغير المتش فلا ريال مدريد عنده قوة هجومية كبيرة جدا لكن لسه عنده بعض المشاكل في الدفاع وفي خط الوسط لازم يعالجها في الفترة الجاية سيف الحسيني ناقد الرياضي بنشكرك نورتنا وشرفتنا وديتنا كده قراءة كده ورؤية وافية للدور الإنجليزي والأسباني وكمان الدور المصري شكرا جزيلا شكرا لك شكرا لك